اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون العلام رئيس مجلس مناء معهد البحرين للتنمية السياسية بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية البحرينية المصرية وتقدمها على كافة الأصعدة والمساويات في ظل روابط الودية بين قيادتين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على أمن الوطن العربي والاستقراره والزهاره السياسيا واقتصاديا أعرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام خلال لقائه سعادة السفير صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على هامش الزيارة الرسمية لجلالة الملك المفدة إلى مصر عن اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها العرب واعتبارها أمن واستقرار البحرين والخليج العربي جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي وأكد وزير الإعلام أهمية القمة البحرينية المصرية بين جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية وتعزيز العمل العربي المشترك في ضوء الملفات المطروحة على أجندة القمة العربية بعمان لا سيما ما يختص بحماية الأمن القومي ومكافحة التطرف والإرهاب ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واستعرض رميح آلية تفعيل بروتوكول التعاون الإعلامي الموقع بين وزارة الشؤون الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات المصرية خلال الزيارة السابقة للجلالة الملك إلى مصر في أبريل الماضي وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات الفنية والتقنية والمعلومات والبيانات والمواد الإعلامية وتنسيق الإعلامي الخارجي وفي المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة ويدعم القضايا العربية والإسلامية العادلة وأكد وزير شؤون الإعلام ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب حرص البلدين على توحيد الجهود العربية في تفعيل اتزام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بميثاق الشرف الإعلامي وتحمل مسؤوليتها التاريخية في نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل ومحاربة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله ورفض أي تدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية وحضر أي قنوات فضائية مثيرة للفتنة والكراهية الدينية والطائفية أو الانقسام ومحارضة على العنف والإرهاب أو مسيئة للتضامن العربي ومن جانبه أعرب سعادة السفير صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون الإعلام على زيارته إلى الهيئة وحرصه على تطوير أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجال الإعلامي بما يخدم مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية ويدعم العمل الإعلامي العربي المشترك وخلال استقبال سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام لنقيب الصحفيين المصريين أشهد سعادته بالتاريخ العريق للصحافة البحرينية والمصرية ودورها المحوري كشريك فاعل في مسيرة التنمية والنهضة التنويرية والثقافية العربية وحرصها الدائم على توطيد أواصر الأخوة والشراكة بين البلدان العربية وصون أمنها القومي ونشر قيام السلام والتسامح والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب وأعرب الرميح لدى استقباله نقيب الصحفيين المصريين بالقاهرة سعادة الأستاذ عبد المحسن سلامة عن تقديره للثوابت التاريخية في الصحافة المصرية في التزامها بالحس القومي ودورها المشهود في نصة القضايا العربية والإسلامية والدفاع عن عروبة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها وسيادتها ورفضها لأي تدخلات أجنبية في شؤون الخليج العربي وتقدم وزير شؤون الإعلام بأطيب التهاني للأستاذ عبد المحسن سلامة بمناسبة انتخابه مؤخرا نقيبا لصحفين المصريين وتمنيا له التوفيق في مواصلة المسيرة التاريخية العريقة للنقابة منذ تأسيسها في عام 1941 على صعيد تطوير المنظومة الصحفية المصرية مهنيا وتشريعيا ورعاية مصالح المؤسسات الصحفية وحقوق العاملين فيها وموقفها المشرفة على ساحة العربية والدولية ونوها إلى حرصه على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحفية الإعلامية والفكرية المصرية في مجال التدريب والبحوث والدراسات مؤكدا أهمية التوافق العربي حول ميثاق شرف صحفي يعزز التزام الصحفي والمجالات العربية الورقية والإلكترونية بأداب وأخلاقيات المهنة عبر تحر الدقة والموضوعية والمصداقية وتعميق روح التسامح والأخوات العربية ونبذل اتجاهات العدوانية والمحرضة على التطرف والعنف والإرهاب وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شون الإعلام أن زيارة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى مصر ومباحثاته الرسمية مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل انعقاد القمة العربية في عمان تأتي في إطار حرص جلالته الدائم على توثيق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين باعتبارها مثالا يحتذا به في العامل العربي المشترك ومن جانبه رحب نقيب الصحفين المصريين عبد المحسن سلامة بزيارة وزير شون الإعلام واهتمامه بتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية والإعلامية في كل البلدين واكدا دعم مصر الدائم على مستوى القيادة السياسية وأجهزتها الصحفية والإعلامية للإجراءات البحرينية في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومؤسرة مسيرتها التنموية والديمقراطية ترجمة نانسي قنقر